العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش بهذه الصيغة أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تبنيه لهجوم يوم أمس الصاروخ الباليستي على مواقع داخل أراضي الكيان الصهيوني أما الرواية الأخرى فتختلف الرواية الأخرى اللي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول أن الهجوم نفذ من قبل سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني ولم يكن عملية للجيش الإيراني أو القوات الجوية التابعة إلى بل حتى أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لم يتم إبلاغ بالهجوم إلا قبل وقت قصير من بدأه مما يشير إلى أن النظام الإيراني منقسم بشأن العملية الحد الآن لا توجد معلومات عن الخسائر الإسرائيلية اللي سببها ميتين صاروخ إيراني سيما وأنه الإعلام العبري تكتم ومنع الصحافة من التغطية لكن الحرس الثوري يقول أن الصواريخ أصابت تسعين بالمئة من أهدافها المتمثلة بمقر للموساد جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي القاعدة الجوية الإسرائيلية ابني فاتيم وكذلك قاعدة جوية أخرى في خات زيريم جنوبا لكن البعض إلى رأي آخر رأي مشكك بطبيعة هذه الصواريخ الصواريخ اللي سماها بالنان ديستركتف ميسلز يعني صواريخ غير تدميرية لكنها تحدث فرقعة صوتية كبيرة الغاية منها هو التحذير وهذا الشيء يذكرنا بالقصف الباليستي الإيراني في كانون الثاني 2020 أدنى بالعراق القاعدة عين الأسد بثمنتعش صاروخ لكنها أصابت الجنود الأمريكان بمجرد ارتجاج دماغي لا غير وكان قد أخبر به ترامب مسبقا قبل القصف بالنهاية رسالة الحرس الثوري وصلت رسالة مفادها نقدر نخترق قبتكم الحديدية والمرة المقبلة الصواريخ رح تحمل رؤوس أخرى وهذا ممكن صحيح جدا وإلا لماذا منعت حتى الصحافة الإسرائيلية من التغذية؟ الآن السؤال اللي يشاغل الجميع هو ماذا بعد؟ شنو الخطوة المقبلة لكل الطرفين؟ خصوصا لما نسمع عن احتمالية استهداف المفاعل النووي الإيراني إضافة لذلك ماذا عن هجمات ما تعرف بفصائل المقاومة الإسلامية في العراق يوم أمس على قاعدة فيكتوريا بالقرب من المطار وقبلها ثلاث هجمات للفصائل انطلقت من العراق ووصلت للجولان هل قرار وحدة الساحات بدأ بقيادة ومشاركة إيرانية معا؟ هل نحن على أعتاب حرب كلاسيكية معلنة؟ لو مثل ما يشوف ترامب بأن ما يجري بين إيران وإسرائيل لعب عيال وأن الأمور مهما بدأت معقدة لن تخرج عن السيطرة حلقة جديدة من الماريونيت مرحبا بكم مرحبا بكم مشاهدين الكرام هذه حلقة جديدة من البرنامج أناقش بلف اليوم مع دكتور أحمد الشريف الخبير الأمني والعسكري من بغداد ومع أيضا أستاذ عاد الألمان على المحلل السياسي ومن أربيل مع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد مرحبا بحضرتك دكتور أحمد الشريفي أبدأ مع جنابك أكو رواياتي هواي انطلقت لكن اللي حصلنا على نسخة من النيويورك تايمز لا يتحدث عن أشياء خطيرة بدلالة أنه إسرائيل ما ناوية تدخل بحرب سمتها حرب باليستية حسب مصادر إسرائيلية أكو خوفة طبيعة هذه الصواريخ اللي أطلقت اللي البعض شكك بيها تعرف حد الآن المعلومات شحيحة ما حد قدر يصور شنو طبيعة الأضرار لكن التكهنات تتحدث عن صواريخ أخرى من نمو آخر التحديثات اللي عندك شو تقول دكتور أحمد بسم الله الرحمن الرحيم في حقيقة الأمر لابد أن نعطي توصيف للصراع الجاري أقليميا الصراع الجاري أقليميا هو صراع على مناطق النفوذ والمجال الحيوي الضامن للأمن القومي لدول الأقليم لذلك تلاحظ أن الإرادة الدولية ممثلة بالدول الخمسة الدعمة العضوية تنأى بنفسها وحينما تتدخل تتدخل وفق معايير ضبط الصراع أو النزاع حتى يبقى صراعا مقيدا وكل أشار إلى ذلك بما فيها الرئيس الأمريكي إلى أنه أي انفلات في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العمليات يؤدي إلى حرب عالمية قبل ما نناقش قضية الإنفلات أكو ما يسبب الإنفلات حتى قبل لا أحجع أقول إيه ولا صارك إنفلات وحقها إسرائيل تخاف لكن هذه اللي يسموها هاي صواريخ غير انفجارية أو غير تدميرية عفوا انفجارية لكنها غير تدميرية تحدث أصوات كبيرة جدا توحي للعدو أو للي سقطت صفة أنه أكو خطر قريب هذا الكلام صحيح لو كلام من نيويورك نيويورك هو اللي نعتمده سقطت على أماكن معينة مهمة جدا من بينها الموساد نعم خلنا نعالجها في بعدها التقنية الرؤوس الصاروخية فيها تقنية تقنية الصاروخ نفسه والصاروخ الذي يحمل رأسا متفجرا بعض الأحيان التقنية تكون عالية جدا ولكن لخصوصية الهدف يصار إلى تقنية رأس التفجير وتكون الحمولة محدودة 57 كيلو 50 كيلوغرام أي بمعنى قدرة تدميرية تضاهي الأسلحة البسيطة لكن هو كان الغاية منها استعراض قوة يعني الضربة الأولى كانت ضربة بالصواريخ باللسطية وصاروخ البلسطين الذي يعتمد على قوة الجاذبة الأرضية في هذه الضربة اعتمدت الصواريخ الفرد صوتية والتي بها إشارتين لأن التقنية للقدرات التسليحية ارتقت عد إيران وبالتالي بدأت تشاغل بصواريخ فرد صوتية التي تبلغ سرعة عالية تتراوح وبالتالي تقتحم القبة الحديدية التي تحميها أربع جهات أحسنت وهذه الغاية من عدها أن قدرات الردع لكم نستطيع أن نقتحمها وبالتالي لنتحرك في إطار تفاوضي يسمح لنا بنفوذ أوسع أقليميا لكن المفارقة الغريبة في هذه المعادلة حضور بعدين بعد الطاقة بشقيها الغاز والنووي شوفهم ضربوا منصة الغاز الإسرائيلية إدراك منهم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرى أن البوابة القادمة للشرق الأوسط على مستوى الغاز الطبيعي ستكون إسرائيل وبالتالي نحن قادرين على إجهاض هذا المشروع فتعالوا للتفاوض معنا على الملف النووي لذلك إسرائيل لوحد قالت الضربة القادمة إن استمر خرق القبة الحديدية والتلويح بالقوة سيكون هدفنا التالي هو ضرب المفاعلات النووية في إيران فالحرب الطاقة غاز إسرائيل لطيف ولهذا فرح المحور فرحة عارمة وهي فرحة فعلا أشفت صدور الكثيرين يعني أنت هذه إسرائيل هذا الكيان وأن يكون الخلاف حول إيران لكن هذه الفرحة أستاذ عادل أرحب بجنابك مرة ثانية هذه الفرحة لازم أكو بعدها حسبة حسبة تشبه الحسبة الإيرانية هي ممكن هذه الرؤوس ما شاء لديك الكمية الكافية من المتفجرات لازم ما تخلينا إحنا ما يلازم تخلينا إحنا ولد الداخل وأن يكون مقاومة ونذهب نضرب فيكتوريا إجزاما للهجوم بفرق ساعات مثلا يعني إحنا مبقوة إيران صراحة ولا نقدر نضرب حتى نفاوض بها السهولة مو إحنا ندبرها إيران ندبرها نعم تحياتي لك أخي العزيز وأهلي ضيفيك الكريمين ولمشاهديكم الكرام أنا ما كان أنا طبعا يعني بيودي أنه الشباب بالكنترول يرفعوا لي الصوت لأنه الصوت كلش ضعيف هذا هو بسمعة اسمي فأرجو أن يرفع الصوت وتعيد السؤال مرة أعيد على جنابك السؤال وإن شاء الله الصوت يتعالج أقول فعلا هي فرحة والفرحة الأكبر لمحور المقاومة الكل كان يعير إيران بأنه سكتت وتركت الجميع لكن طلعت الأخبار عن نوعية هذه الصواريخ إلى آخره فلنفرض أن الصواريخ قوية إيران هي التي تفرح جماعتنا ما عدهم ذيك القوة بقد إيران حتى يزامنون هجومهم تقريبا ويالهجوم الإيراني وإلا تصير علينا إحنا مأمنين يعني مالين إيدنا نقولها بالعراقي مالين إيدنا لما نضرب فيكتوريا مثلا وقبلها رئيسنا كان بفترة قصيرة يروح للأمريكان يا جماعة هدوا يعني المعادلة هاي منطقية تشوفها وطبعا الصوت لحدها ما تعالج ولكن أنا سمعت السؤال يا بي معاودين الصوت ويا أستاذ عادل هو بلاشي يزدم صوته ناصي لا لا فعلا الصوت يعني خفيف جدا يتعالج أرجو رفعا أولا دعني أقول على أنه ما جرى يوم أمس هو مو بس فرحة يعني فرحة عارمة كبيرة وغبطة على مستوى عالي لأنه وليس ولم تقتصر هذه الفرحة على محور المقاومة أنا بتقديري كل عربي شريف وكل مسلم شريف دخلت الفرحة إلى قلبه وبالتالي يعني وكأنه وصل إلى آماله على مستوى الشخصي ووصل إلى نوع من الرفعة والكرامة من جديد لأنه الحقيقة العنوان اللي نحن نتحدث الآن عن فلسطين وعن بيت المقدس للأسف الشديد تكالل تهم إلى إيران وجنابك علق التعليق كل شي رائع يعني سمعته بشكل خفيف فهمت على أنه يعني ما قامت به إيران يعني بغض النظر عن الموقف من إيران في بعض الدول على سوى بعض الشخصيات بعض المنظمات بعض بعض بالغض النظر هذا موقف يعني مشرف ما لم تستطع الدول العربية بأسرها مجتمعتين إلى أن تقف بالدفاع عن القضية الفلسطينية ها هي إيران وقفت بالدفاع عن القضية الفلسطينية يعني إذن أنت ما تشوف القضية إلها علاقة باقتراب الخطر من المفاعل من إتباعه على الإعلام الإيراني قبل الضربة عفوا الإعلام الإسرائيلي قبل الضربة الإيرانية يرسدون صور ويسوون منتاجات وغرافك على شنو على المفاعلات النووية الإيرانية أمريكا ساكتة ما العلاقة يعني ساكتة أمريكا يعني هذه القضية ليس قضية بيت المقدس هيتشي شوفونا أنه قضية قضية طاقة ونووي وإلا إيران يعني خلي شوي ينتظر بيت المقدس هيتشي ساعلت لا 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 شوف يعني أكو أخبار خاصة ما نستطيع التحدث بها بشكل واضح ولكن بشكل هو الحرب قائمة تقريبا يعني اشتنتظر شنو الأخبار لا مو اشتنتظر يعني بمعنى أنه تصير على قولة المثل يقول أنه صدق أو لا تصدق يعني أحيانا مشاهد يسمع أنه ما يستوعب هذه الفكرة وبالتالي يعني تذهب إلى أن يقطع هذا المقطع وتنال نوع من السخرية ما أنه علاقة بيها الساموية ما يستطيع القضية الأهم أنه الصواريخ فرط الصوتية أنا تابعت البارحة الحقيقة كبريات القنوات العربية كالجزيرة وسكاي نيوز ويعني يعني اللي اللي عندها أولا تواصل وكانت تغطي بوجود محللين عسكريين على مستوى كبار أمثال الدواري ومن شابه أجمعوا أجمعوا بالإضافة إلى ما توصلنا من معلومات من قروبات محور المقاومة أنه الصواريخ اللي أطلقت منها صواريخ فرط صوتية هذا واحد اثنين أقل زنة للرأس هي خمسمائة كيلوغرام نص طن من نص طن إلى طن هذه القضية الثانية القضية الثانية الاستهدافات كانت محددة لقواعد عسكرية لقواعد عسكرية ومنشآت أخرى كاللي منشآت منصة النفط اللي عند سواحل عسقلان وهذه يعني دمرت تقريبا تدمير كبير ما عندنا لحد الآن ما عندنا لحد الآن شيء عن التدمير يعني كيف لو تطلع الصور أنت تعرف الاحتلال يكتم إحنا شفناش لون حاولت تدخل الكاميرات الدولية والمحلية ومنعها لكن رغم هذا صار أكو خلي أصلح الصوت شوي أروح أشوف أربيل الجماعة عشعدهم ومرة من المرات وياك أستاذ وفاء شنو أجل مشكلة راح نصلحها نصلح المشكلة بالصوت ويا جنابك وارجع لك أستاذ وفاء مرة من المرات الآن وياك كنا نسولف بنفس البرامج وقلت راح ينباع المحور وإيران راح تبيع المحور أثبت خطأ هذا التصور ماتك وراح إيران دخلت وضربت ميتين صاروخ باليستي مو إلا يحمل رؤوس نووية يعني إيران مو بخفة العقل بس وصلت الرسالة أنه أنا بالنسبة لي أدافع عن محوري ما تركت المحور أكيد أين راحت هاي الرؤية ماتكة؟ نعم تحياتي أستاذنا الكريم تحياتي للغروف الكرام المشاهدين الأحزاء طبعا بداية هذه الضربة كانت متوقعة لأنها كانت أوامر من المرشد الأعلى للجمهور السلام يعني هاي الضربة بغض النظر أن إيران تخلت أو ما تخلت هذه الضربة كانت متوقعة وأنا أعتقد يعني تأخر هذه الضربة جاءت نظر لوجود مفاوضات من قبل بلينكين مع مصر مع الأردن مع الجانب يعني كانت هناك مفاوضات خاصة على الرهائن وإطلاق الرهائن وتقريبا شبه وقف إطلاق النار ولكن استهداف نصر الله جعل الإيران أن تسرع في هذه الضربة لأن استهداف حسن نصر الله وبعض التصريحات المثيرة للقلق من بزيشكان يعني الكل قام يشككون بالنواة الإيرانية حتى حلفاء أنا ما أسمعهم حلفاء طبعا للمعلومة خليكم تسميات دقيقة حزب الله والحوثيين والفصائل وهي ليسوا حلفاء هؤلاء أما تابعين أم موالين لأن الحليف يختلف عن الموالي أو التابع عادي يعني كان مبقا مو مشكلة الكل موجود يعني أكو مرات أكو من يقولين إحنا أحيانا مو حلفاء ولا شركاء مثل ما نحب نسمي للأمريكان أكو حدش علينا أكو يقول على أربيل نفس الحالة بدليل صحيح إن ضربتوا باليستي ما سوى تلك بشي أمريكي يعني فعادي أين المشكلة أكو ارتباط روحي ما ممكن الكلام صحيح لا أنا أنا شنو قصدي قصدي من يعني الكلمات تقال يعني الحلفاء هما يكون بين القوتين اللي هم مصالح مشتركة أنطيك وتنطيني بالمفاوضات هاي حليفي ولكن هناك يفترق إيران مع هاي لا القوة إحنا نسمي ما نقدر نسميهم حلفاء يعني هو هذا القصد المهم خل نجي على موضوع أنت قصدك من أربيل نعم مثل ما كنت طبعا هذه الصواريخ لحد الآن لحد الآن ماكو أدلة كاملة وواقعية على حجم الخسائر البشرية المادية فيها ونتمنى أن تكون هذه الصواريخ قد استطاعت أن تضرب بعض الأهداف الحيوية والاستراتيجية وخاصة هذه المطارات التي يقولون بأن هناك كانت طائرات F-35 ودمرت بعض القواعد والليان يشك بهذا الموضوع ونتمنى يعني كل يوم أن يكون هناك ضربات أكو خوف حسب مصادر تعرف هذا هذا ما قال نيويورك هو نقلا عن عن مصادر من الموسات قريته أي بحيث يقولون إحنا ما مستعدين لأن ندخل حرب باليستية مع إيران لا خايفين عمي إيران تخوف يا جماعة مو مو بها الشهلة بس آنحا ما أكو أكو شي ثاني أكو شي ثاني قبل ما أشكك لا لا أسمعني شتشكك بإيراني شتشكك وصلت للكون لا 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 مو إلى هذا الدرجة للمعلومة استاذي فاضل خلينا واقعين أساسا الحرب المباشرة بين إسرائيل وإيران هذا هذا طلب إسرائيلي إسرائيل من 2003 وخاصة من 2005 بعد الاتفاق النووي اللي صار في عهد أوباما هي أرادت أن تدخل هذه الحرب المباشرة لا حرب بالوكلة هناك شي يختلف إيران نجحت هاي أثاري أنت هم تسولفون هم تسولفون بنظرية المؤامرة يعني مو بس الجماعة لا لا ما أسلم بنظر إيران آخر تهديد اللي بنية من نتنيا أنت أسمعت أنت أسمعت أنت تقول رأيديها ماكو واحد يروح ورسل للحرب يا حبيبي يا أستاذ وفا هسا آني أظهر يجوز يضربون أربي ممكن يجوز يضربون عين الأسد يجوز فيكتوريا بس ما لا روح بنفسي للحرب مستحيلة هاي ما تصير لآن خضي إسرائيل اللي يريدون الحرب المباشرة لسبب واحد أنا أقول لك السبب مثلا إيران أدى وكلاء وأدى هؤلاء الموالين هي تشارك في الحرب ولكن إسرائيل يعني الحرب المباشرة لا تم تضربها والتهديد الإسرائيلي الآن واضح جميل ويكون بأسرع وقته مع الأسف نعم ستطال هناك مشاءات نووية ومشاءات استراتيجية وهذا أنا يعني هذا كلامي مع الأسف أنا متأكد منه وسيكون الرد قاسي لأن لأن الإيران الآن تريد تهدئ الوضع وتطلب تهدئة الوضع وهذا الرأي شاركت بي أيضا وقتصاعد دكتور أحمد الشريفي أنا أشوف لك مقاطع صارت ترند دكتور أحمد وأنت تقول ما رح ينتصرون لأن وقلت أشياء يعني عبرت بها عن أنت اعتقاداتك الخاصة موساطين إلى آخره لكن عفنا من هذه كلها أنا أحكي عن إيران نفس إيران القوية الباليستية إيران معناها ما راح نحن لحرب يعني مثل ما يتوقع ترامب مثلا يقول ترى لعب عيال يعني يباوع شوف تخيل ترامب يباوع على نتنياهو وعلى المرشد الأعلى ويقول هذا يعني هذا مو لعبنا عفهم هم يهدؤون تدبر الأمور مسيطر هو فعلا المسيطر عليها ما تروح هذا الاتجاه الخطير اللي خايفة منها تحسب حسابها حتى الموساط نعم نحن نتحدث عن الصواريخ الفرط الصوتية هي التقنية بالنسبة للصواريخ هذه ما تبتلكها إلا روسيا فنجي نعالج القضية بموضوعية لماذا أعطت روسيا تقنية الصواريخ الفرط الصوتية لإيران ثم إيران أول استخدام للصاروخ الفرط الصوتي ضربت فيه منصة للغاز وليس للبترول لأن البترول سوق محتكر من قبل الولايات المتحدة ومعروفة قضية البترول دولار وعلاقتها بالتحكم بالاقتصاد العالمي والسوق العالمي بس الغاز أنه إسرائيل يعني ما تحرش مملكة لكن لماذا أحسنت لماذا الغاز لأن الغاز كان هناك طموح لروسيا حتى تحقق الثنائية القطبية على مستوى وضع اليد على مصادر الطاقة فتكون الولايات المتحدة تتحكم بسوق البترول فلنتحكم بسوق الغاز وعلي بها روسيا لنوجد معادلة وحرب أوكرانيا كلها قامت على هذا الأساس يعني أوكرانيا كانت هي تمثل عصب الحياة الاقتصادية لمصدر الغاز إلى أوروبا والآن أوروبا بما فيها بريطانيا فرنسا حتى ألمانيا يعني هسا تعصرت أريد أفتهم أن الحرس للثوري الإيراني يريد يشل إمدادات الغاز الواصلة إلى أوروبا مثلا يعني يريد يعادي الجميع وهذا هم المنطقة أنه أحنا جزء من اللعبة أحنا جزء من اللعبة إيران تمتلك خزين استراتيجي لا ذات سمح لي اللعبة أنه أدوات أدوات الولايات المتحدة الشرق وسطية لابد أن تواجه أدوات جديدة المسكر الشرقي الروس والصين وهذه اللعبة تجري في هذا الإطار شوف حتى قاعدة نيفا تيم ليش أن نربط لك بين الغاز والنووي قاعدة نيفا تيم لا تبعد سوى ستة كيلومتر عن مفاعل ديمونة المفاعل ديمونة ومعنى ذلك أنه أنت حراس هذه القاعدة اللي هم الـ F-35 والـ F-15 سترايكيغل إحنا وصلنا لهم وضربنا القاعدة حسا ضربناها برأيس تدميري محدود كبير بس وصلنا خشية من كسر قواعد الاشتباك لكن وصلنا وبما أنه وصلنا قاعدة نيفا تيم فمن يصل إلى قاعدة نيفا تيم لا يستأسى عليه ستة كيلومتر حتى يصل إلى مفاعل ديمونة فإذا ضربت مفاعلات لا إحنا نضرب مفاعلات خوش نرجع على نظريتك أنت السابقة كدكتور أحمد الشري هذا النصر اسمح لي هذا النصر كنا نعمل أن يكون نصر الله موجود حتى يشارك فيه لأن هذا في المعادلة صادق أمين ولذلك غاب عن المعادلة استشهد لو أنا كنت على أقل تقدير موجود في الميدان أقول له لا تدخل لا تدخل إلى البقاء في هذا الوقت لكن ميدان معركة شون أدخل به شخص مثل السيد حسن نصر الله ليش ما طلعت خارج أطلع في أي منطقة نائية حفاظا علي وحفاظا على القضية حتى لا أتلعب بيها لكن لو استشهد حسن نصر الله ثم بعد ذلك جاءت الضربة لا أنا أقول لو كان تورى سيد نصر الله موجود لكان النصر لا مو ورطه هاي المعادلات هالشكل هاي المعادلات ما يؤسف إلها تسحق المبدئيين وتبقي على الانتهازيين هاي المعادلة حاضرة في العراق اللي عدنا وحاضرة في كل المعادلة الإقليمية والدولية اللي عدنا في العراق نفس الشيء احنا نضرب بكتوريا اتصفح تاريخ ومقاومين مستعدين للاعتقال ومستعدين لاستقبال الصواريخ المسيرات الأمريكية وياما وياما وانطو أرواحا ليش مو نفس الشيء يعني ليش مو شهداء ذو لم يشم ما احنا كان بإمكاننا لا لا كان بإمكاننا في العراق أن نذهب باتجاه تنقية المقاومة عن ممارسة النشاط السياسي ما دامت الولايات المتحدة مهيمنة بالعافية عليك تريد تصعيد أكثر معناها لا 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 مو تصعيد خلي التفتلي جاريني بالفكرة الشيخ أكرم الكعبي مقاوم واني عرفه ما عرفه شخصية الشيخ أكرم الكعبي مقترب أساسا من المعادلة السياسية قال رأيي في الوجود الأمريكي احتلال وبالتالي يجب أن تغادر الولايات المتحدة حتى يصفوا الوضع مبدئي بقى على مبدئ أما أنا أجي أطل تفويض وأقول رح أتوقف عن القصف أطلونا رئاسة الوزراء أخذوا رئاسة الوزراء وتمكنوا ورح ردوا ضربوا هذه معادلة إذن بها تلاعب بها حدود رمادية والحدود الرمادية لا تقبلها المبادئ أما أسود أو أبيض واضح أستاذ عادل أنا يتأكد الصوت وصلك زيان وسمعت وجهة نظر أستاذ أحمد الشريفي الرجل يتحدث عن مبدئية حقيقية في العراق حقيقية وحكى أنه حتى أكو هو يلمح وآخرين يلمحون أنه صار رأكو نوعا من التنصل من المقاومة القديمة ونعز دخلت بالسياسة وبالمصالح لهذا يقول لك أنا ما مستعد يقف إياك مثل ما الناس وكفت ويه هنية ونصر الله هذاك رجال ما عاش من قياداته بليلة وحدة أنا موين أقدر هيش تماع طابين وين فبطلونا فيكتوريا وبطلونا عين الأسد وبعد شرعق بيام جماعة أستاذ وفاء حرير خلونا علي كيفنا يعني خلي إيران تشتغل لا هو موينش الحشي موينش الحشي أولا عندي تعليق على ما تفضل بيه أستاذ أحمد القضية الآن المبحث الرئيسي ومبحث أنه يضرب غاز له يضرب نفوط وبالتالي نخلط في هذه المتاهة والروح أنه أيهما أفضل وإيهما مؤثر وإيهما الجانب الأمريكي ريده وإيهما ممكن أن يشل حركة السوق العالمي لا مو هذا المبحث المبحث أنه الضربة حصلت وهناك يعني آثار تدميرية واضحة وليست مسرحية آه وليست مسرحية الآن النقاش الذي يجب أن يكون ما هي تداعيات هذه الضربة ويعني قراءة مستقبلية لما سيكون هل ستقدم إسرائيل على رد ضرب إيران أم تكتفي هل أنه محور المقاومة الذي جنابك تقوله والذي قال قالوا البارحة على مستوى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم يسلم الشرق الأوسط يعني راح تكون ضربات الشرق الأوسط هل المعني بها يعني إيران وما راد يجيب اسم إيران لو المعني بالعراق وسوريا واليمن اللي هو المحور الأساسي فضلا عما بسبب من هو ذاله لم يسلم منه الشرق الأوسط إذا بنفسنا طائرين على المشاكل وقوتنا مو مثل قوة المقاومة الحقيقية على شنو عم ينبطل أن نقعد هسنا أصدقاء الأمريكان حلفاء أنا يعرف هسنا الجو متوتر أستاذ عادي ذات اسمح لي ومو حد يقدر ينطي رأيه بكل شفافية وكو خوف وترجع على صوتية هسنا إيران نعدها فرض صوتية نحن الجماعي نعدهم صوتية يذبوها على المكات نحن ما نقدر نغوص حيل به نتخلم إشارات هيتسي من فوق بالقش لا لا ولا إشارات ولا معزاة أنا لدي من القدرة والشجاعة ما أقول بشكل واضح المصريح بما أعتقد قراءتي هذه يعني أنت محمي أنت محمي أنت شكو عليك الدق ميمك عمي ولا محمي ولا محمي عمي أنت المحمي وانا المحمي أنت عمي دولة القانون أنت دولة القانون بعض منك تصيرون إيه على على هذا مبحث آخر أولا المقارنة يعني مع الفارق ما أكو مقارنة بين قدرات إيران يعني كدولة إيرانية وبين بقية فصائل يعني كالمقارنة الآن بين الحوثي وبين أنصار الله وبين المقاومة الإسلامية في العراق المقاومة بالعراق يجب أن تستمر يجب أن تساند إيران برأيك يجب أن تساند الحوثيين يجب أن تساند لبنان تطلع من عندنا فصائل لازم نضرب فيكتوريا هيك شي جاوبني شي صريح أنت تقول خلني نحكي بصريح الوجوب 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 أولا من نحيث الواجب فهو واجب ولكن التماشي مع يعني الحديث عن رسول الله عليه وعلى آله أضل الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا شنو فليغيره بيده فمن لم يستطع وين يروح بلساني حلو حلو فبقلبه فكل من حسب الإمكانية يعني هسا أنتوا حاليا ما تريدون بالإيد باللسان مو باللسان وبالأقوال بالنصف وهذا رأي الحكومة نحن نبالي نسي نروح بالإيد خوش جيد والله يعني ما تشت تتصور تشت تتصور راح تقول خلن الروح يعني لا 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 أستاذ وفا إشلون ليش 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 من انطى الحق من انطى الحق المقاومة حق شرعية الأمم المتحدة الطاقة الحق الشرعية لا لا لحظة لا أستاذ عادل عننا كاني عننا من يجبتوا شرعية من الأمم المتحدة من الأمم المتحدة أستاذ وفا من يجبتوا شرعية من الأمم المتحدة الشرعية لا حبيبي إي مقاومة حق شرعية إدنا دستور إدنا بلاد إدنا دستور عندنا دستوره وعندنا بلاد أخرى دستور خليجي سرايا أنا أكمل لك خليجي سرايا أهي لك أستاذ وفا نعم طبعا بداية أستاذ وفا أستاذ وفا أستاذ وفا أستاذ وفا أستاذ حبيبي يقول بسم الله دقيقة أستاذ وفا يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم الحمد لله والشكر المخضرمين والعقلاء من الجيل الأول من الجيل الأول وضعوا بالدستور العراقي إعلان حالة الحرب والطوارئ بها مصبات كثيرة لماذا؟ أولا بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لازم يؤذقون وثانيا بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان معناها مصير حرب لا لا بحرفة لا لا بحرفة بس لحظة عادل هل مرة عنك؟ لا لا هي متحطاك حرب يا حبيبي هي مو حرب في رشلون كاتيوشيا قريبة من كاركوك من يم الدبس أصح يقول لك هذا التشاني لاهم ومثلها كان محدة على الحرية ومثلها كان محدة على فيكتوريا من العامرية وكان محدة من البعصة منها يا ترى هي حرب حبيبي على كيفك حبيبي اسمعني فتا يقول لك الله يخليكم نحن دولة 60 سنة بالحروب أكثر الدول التي شاركها هو العراق هسا الشعب العراقي يريد يريد تنفس ما تجي لي فصيل مسلح والرئيس الوزراء بنيويورك ويضرب مسيرات بإسرائيل يقول أنا حارف حبيبي الحكومة العراقية إنها موقف مشرف بشي واحد خدمت الدعم اللوجستي للفلسطينين خدمت الوقود والمشتقات النفطية وفتحت الأبوال للبنان ما لم يعمله أي دولة أخرى عربية ولكن ما لتقول لي دقيقة ما لتقول لي أنا أضرب الصواريخ باوع شوف شوف الموقف دقيقة لاحبس خلق خلصها الفكرة هو لما يضرب القواعد الأمريكية رئيس الوزراء يطلع لجانة حقيقية مثل عين عسد ومثل مصارف فكتوريا لا يسمح بذلك ولكن ما المسيرات اللي ضربت مدينة إيلات الإسرائيلية رئيس الوزراء لم يتكلم عن هذا الموضوع شوف يعني معناته الكل يأخذ حضر من الجانب الأمريكي وهذا ما يتقصده رئيس الوزراء وأنا أقول هنا نحن في غنى عن حرب لا طاقة لنا بها طرح الأخوان ما يحتاجون مسيراتنا وصواريخنا الباليستية ما يحتاجوها ما يحتاجونها ذني أولي هذا أنا شنو قضينا قضيها الحمد لله والشكر إحنا عدنا مخضرمين ما نقدرنا أن نحرب وما لتقول لي كاتوشيا أي ضربة تضرب بلد آخر هو أعلان حرب لا لا هو واضح النفوس هدئت حتى من جماعة أستاذ عادل حتى من جماعة المقاومة يعني الظهر مو الكل وبالمناسبة ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون أكو أمر إيراني بالتهديئة يعني أوكي تضربت وكاتوشيا لكن إسرائيل بعده وبالمناسبة الولايات المتحدة لسه عدها رأي منطة بس أنا خلا أخذ دقيقة وحدة من كلام دكتور أحمد الشريفي وأنهل دكتور الوضع العام النهاي أنا أفتهم جنابك أنه إحنا ما مقبلين عليه لكن مقبلين على تحركات يعني امتداد جديد نوع من اللعب الجديد على مستوى الأذرع إحنا ليه همنا ليه همنا دكتور أحمد عفني من نعم سنذهب سنذهب باتجاه التسوي أختصر لك لطيف جدا شوفوا اللي صار بغزة على عجالة عام 1999 أبرمت اتفاقية بريتش غاز وية السلطة الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات الله يرحمه على أن تستثمر في حقول غاز مارين اللي هي حقول عملاقة وهي اللي كانت السبب في أحداث غزة حصل بعدها بال2007 صارت انتخابات عزلة غزة عن الضفة وظهرت حماس وصارت الأحداث وصارت الحرب الآن لـ 360 كيلومتر أصبحت تحت سيطرة إسرائيل حقول الغاز الآن راح تعاد إلى السلطة الفلسطينية الفارق وين حلو قبل الفارق قبل الفارق قبل الفارق ما عندي هواية 19 ألف أرمال ما عندي هواية وقت ما عندي هواية هذا معنى كلامنا يرادل من 200 مليار حتى نعيد بناء غزة شوية مداخلة هذا معناها جنابك ما مصدق بهذا الخالطة لتحكي أنه أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل وهذا الدي سوول هناك كم صهيون يطلعون بمواقع التواصل يتمشي سيارة وتستعرض مقانها وبهالطريقة إحنا الإسرائيلي ممكن يقود سيارته يعني موهيش اللعبة لا خلال أصراحة واصلية التسمية بالحقيقة نفوذ 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 التحالف التطبيع التطبيع هو الاندماج الإقليمي ستصبح إسرائيل جزءاً لا تجزء من المنظومة الإقليمية خلص وأصبح تطبيع وسيطرت على الغاز سيطرت على الغاز هل تعلم أنه حق العكاز اكتشف عام 1981 ليش إلى الآن ما مستثمري ليش من وراء دخلتنا داعش فقط من موصل ونطيلة 43 ألف كل الحروب شهيد ضحايا مدنيين كل الحروب أسبابها اقتصادية كل الحروب أسبابها اقتصادية شكر هاي طبيعة البشر من يوم من خلقه لا لا من يوم من خلقه يعني مو بس هسه أشكرك جزيلاً شكر دكتور أحمد الشريف الخبير الستراتيجي والأمي وعذراً أستاذ عادل وأستاذ وفاء كلش آسف أنا عوضة أنا عوضة لا لا ما رح أنت دائماً وياي أنت دائماً وياي أستاذ عادل أنت وأستاذ وفاء فإن شاء الله شكراً جزيلاً أستاذ عادل وأستاذ وفاء من أربيل نروح للجزء الثاني بعد هذا وسط زحمة الأحداث الحالية والتحولات الخطيرة التي تعيشها المنطقة كان من الطبيعي مرور ذكرى احتجاجات تشرين بشكل بدى خجولاً ومرتبكاً رغم لحظة أمس العابرة شفنا عدد من الناشطين وهم يستذكرون ما مروا به بسنة 2019 من آمال من خيبات من آلام خصوصاً الملفات المهمة اللي تم التكتم عليها لسبب ما أحد يعرفه وعلى رأسها الإفلات من الإقاب أو ليش ما أحد يعرفه ممكن نعرفه وملاحقة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين اللي يعكس حالة يأس رهيبة من أي مؤشر للأصلاح بخضم كل هذا حتى الآن لم يتبر الور مشروع جامع للقوى اللي انبثقت من تشرين وسط هذا التشتت انطلقت الاتهامات للأسف بشراء ذمم البعض خصوصاً من قبل أولئك الذين تسلقوا الاحتجاجات لكن هل كل ما جرى كفيل بإطفاء جذوى الثورة إذا يحقن نسميها ثورة أناقش الجزء الثاني من حلقة اليوم مع الدكتور مسعد الراجحي القيادي في حركة امتداد مرحبا بجنابك دكتور مسعد أحكي بي جنابك لأن أنت أكثر واقعية ودخلتوا لسياسة وارتأيتم أن الحل هو الدخول في السياسة موجودين فاسدين طبقة سياسية من المستحيل إزالتها لكن لكن تؤمنون بالتغيير البارحل شفنات كان خجول جداً الحضور هذا انطفاء انطفاء لجذوى الثورة أو الحراك أو ذكرات يخلي العراق يشيل من باله أي مساعب التغيير لو لا والله الأحداث شفعت يعني شوية مرات واقفة واحد يطلع يحكي تحية واحترام لحضرتك والمشاهدين قناتكم الغراء ولم أسألهم بك سعد عبد الرحمن في البدل اسمي مسعد وليس مسعد حياك الله الأمر الثاني لا يكون هناك الله يحفظك ليس من خجلاً أبداً الثوار دائماً بصمودهم المحتجين بصمودهم ممكن شخص واحد يعبر عن أكثر من 100 ألف ممكن يعبر عن 500 ألف ممكن يعبر عن الشعب العراقي كله طالما هو بمبادئ راسخة بوجهة نظر حقيقية على الأرض الواقع وبأهداف تنمو إلى تأصيل لمشروع الدولة فممكن أن يستعاض عن الشارع العراقي بكلمة طيبة من مواطن من مواطنة تضع النقاط على الحروف في مشروع عمل سياسي انقاده وراء المحاصصة والارتماء بأحضان الخارج وبالتالي انغماس في حالة التيهوة الانحراف في العمل السياسي ومنه النيابي على أقل التقدير فلذلك طالما هناك الكلمة تتناغم مع الواقع من غير أن تكون محابات من غير أن يكون هناك مجاملة وكذب فممكن أن يكون شخص واحد معبر عن الجمهور بشكل عام ارتئن الدخول للعمل السياسي من باب أن نعمد إلى إجراء وإحداث التغيير في المرحلة الأولى هو مرحلة التهيئة للجماهير وللأجيال الصاعدة في أن يجدوا هناك حزبا لا ينسجم مع الأحزاب التي مولت ونمت تحت عباءة الخارج أو تحت وصاية وصاية دولية أو على الأقل مولت بأموال حرام هؤلاء الأجيال والطلاب الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ومن يدرك ما هي أهمية حركة امتداد فضلا عن بعض الحركات الناشئة الوطنية اليسيرة التي أثق بها وأعرف مصادر تمويلها سيجدون هؤلاء الجيل بأن هناك أحزابا وحركات سياسية لا تمتلك لعبة أو لا تؤمن بلعبة تقسيم الغنائم والمصالح جميل وشريطة أن يكون شريطة أن يكون القدوة للاحتجاج إيده ما متلطخة مثل الذي قبله وأنا آسف لكن الذي صار ينسمعه وهذا الذي نفا مثلا مرة من المرة تنسول أنا أستاذ مشرق الفريج يقول لا الحكومة والجهات والسياسيين هم الذين يريدون نصدق أن يدنا تلوث لكن الإنغماسات صارت جذب الشارع صعب مستحيل سعبد الرحمن نحن وباقي الشارع العراقي الرأي العام نساء ورجال تقدمنا إلى ساحات الاحتجاج وعلى الشارع وكانت الأيام الأولى هي احتزاز ومرعب بالنسبة لأحزاب السلطة وتأييد من قبل المرجعي ومن قبل كل العقلاء لكن هذه الشوارع والمساحات التي كنا فيها الساحات حتما هي مفتوحة فبالإمكان أن تستطيع أن تستغلها أحزاب السلطة التي تخشى على السلطة وتخشى على وجودها في درجة الاستحواذ على السلطة فلذلك بثت الكثير من الشخصيات التي تتناغم معها لتشويه الاحتجاج فضلا عن ذلك لا أخفي عليك هناك بعض الشخصيات التي لم يدخل الإيمان العقائدي كوطن في قلوبهم بل انغمسوا باتجاه المصالح نعم موجود هذا ولكن بأنفار محدودة الحالة العبثية ممكن أن تأثر على مشروع كامل هذا صحيح وفق دغمائية الواقع وعدم إجراء تحقيق وتحليل يعني بالإمكان حينما ترى أن هناك شخص يقذف مقذوف دخانية ولكن الإصابة تكون باتجاه أكثر من 50-60-1 بمعنى الحالة السلبية ممكن أن تؤثر نعم لأن الساحة مفتوحة ويمكن استغلالها وكانت الأحزاب التقليدية متعطشة لتشويح والاستغلال أنا أتحدث عن جيل ثاني ولا هو ما مر وقته هواية حتى نتحدث عن جيل ثاني أو نسميه لكن إذا صح التعبير عن موجة ثاني خلل نقول جيل موجة ثاني من الاحتجاج أنا شخصيا ما أتوقع رح يصير بعدك واحتجاج وفق الظروف الحالية ووفق النهاية اللي صارت الثورة التشريعين أنا خائب الأمل والهواية يفكرون له هذا شيء واقعي لا في العراق التأصيل الجماهيري في أن يصنع حدث كان في نقاط محدودة في التاريخ الحديث فلذلك هم في مرحلتين المرحلة الأولى يجب عليهم أن يتداركوا أهمية وجودهم في هذا البلد كمرحلة إنسانية يعيشوها يعني في صناعة البديل السياسي المرحلة مهمة المرحلة الثانية يجب ترك بإيمان ترك فاعل اليأس لأن بعض الناس أو نسبة كبيرة بصراحة وليس لبعض الناس تعتقد بأن لا يمكن تغيير هذه الطغمة السياسية والجواب بالإمكان تغييرهم بفاعلية الصبر والتعني أو في دقيقة ولحظة تفكير كيف؟ في العراق أكثر من 27 مليون و600 ألف ناخب من عمر 18 سنة فما فوق إذا طلعوا 10 ملايين من هذه 27 مليون و600 ألف إذا طلعوا للانتخابات وشاركوا واختاروا الشخصيات الوطنية وأيضا اتجهوا نحو الشخصيات المبدئية من أجل أن تترشح لأن لا يتركوا الساحة فارغة حتما سيكون هناك تغيير لغاية الآن أنا أرى هناك ووفق البيانة التي سماحتها برحم بعض الأخوة وشباب من كنا في ساحة التحليل وجدت بأن هناك رغبة وتضمن البيان هذا الشي رغبة في الانخراج في العمل السياسي طيب أنا لأنه انتهى الوقت بس ما أقدر رح أبوك شوية من الجماعة وقت أريد جنابك بنص دقيقة كم انتخابات وفق رأيكم الأكيد عندكم دراسة كم انتخابات يحتاج الوعي العراقي حتى يروح نحو المستقل نحو هذا الخط الجديد مخطمة بعد 2003 برأيك القناعات ما هو وقت تتشكل بعد كم انتخابات ستة خمسة طبعا شكرا لحضرتك بأن تترك هذا السؤال الجميل وأن تعطينا قناة الفلوج هذه المساحة الفكري ونتمنى أن يكون وقت أكثر في المستقبل هذا يتوقف على جيلين الجيل الأول هو نسبة الوعي الذي طلقت الشباب المحترمين الوعيين في إعادة تفكير وبلورة التفكير كرسالة الشارع العراقي طيب والمسألة الثانية في كيفية التفكير بالإمكان أن تكون الانتخابات القادمة هي حالة مفصلية في وعي مزدان ووازنون العشرين سنة نقدر شوية واقع إعادتها مرة ثانية أي يعني أقدر أقدر احتي عن واقع أنا أعرف شنو الخارطة السياسية أعرف القوة أعرف المكاتب الاقتصادية أعرف سيطرتهم أعرف أشي قد عندهم إعلام وش قد موظفين موظف موظف بالدولة هي تخنات واقع أنا الشخص يرأيه يقول فد عشر انتخابات يجوز أنتو شو تقول لا لا يعني أربعين عام لا لا الأحساب التقليدي الحالي التي ماسكها لا لا التي ماسكها بالسلطة لا عمرها انتهى هم الآن في مرحلة التدمير الذاتي هذا اللي يريد أن أصل مسألة تجسس ومسألة مؤايدة سوري للمشاهد بس هذا اللي يريد أن أصل الخلاصة منه أنا أشكرك وأني أعتذر بنفس الوقت أي فلذلك هم في مرحلة التدمير الذاتي ولذلك ممكن أن أقول دورتين انتخابية يعني اللي حاليا بصفة السادسة الابتدائي ممكن بعد دورتين انتخابية بإمكانه أن يعطي صوت للشخصيات المنطقية وبالإمكان العراقي أن يتقدم ويرشح نفسه ما يبقى ينتظر هذا أكو شيء بعجالة هناك نقطة للأسف موجودة في بعض باختصار جدا الوقت المخرج نعم يقولون الشوكة تيجينا شخص جيد ما يجيك لازم أنت تصنعه احتي لي أحمن البداية وسوي لي فتشي بالبرنامج ليش بنهاية خليلي أشكرك جزيلا تشكر دكتور مسعد الراجحي القيادة في حركة امتدات شكرا جزيلا إليكم أيها المشاهدين الكرام نلقاكم في الأسبوع الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة